اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة الحرصة على تعزيز مكانة مملكة البحرين بخارطة السياحة العالمية منوهة بأهمية تسيط الضوء على الدور الذي تقوم به المملكة في دعم الجهود الدولية ذات صلة بتنمية صناعات السياحة عالميا وتفعيل الروابط مع مختلف الدول والمنظمات العاملة في قطاع السياحة جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في اجتماع أقامته منظمة السياحة العالمية على هامش احتفالات يوم السياحة العالمية المقامة في جزيرة بالي باندونيسيا والتي تقام هذا العام تحت شعار إعادة التفكير في السياحة وأشارت الصير في لأن مشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث السياحي العالمي تأتي في إطار حرص وزارة السياحة على استثمار المشاركة في الترويج لمقومات القطاع السياحي في مملكة البحرين وعرض التجربة البحرينية في تسريع تعافي القطاع السياحي وتحدثت سعادتها خلال الاجتماع حول دور مملكة البحرين في دعم تعافي قطاع السياحة عالميا وما تقوم به المملكة من جهود من أجل تعزيز التعاون في مجال السياحة والسفر على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل أفضل التجارب والخبرات والمشاركة الفعالة في الأحداث واللقاءات السياحية كما استعرضت الصير في أمام ممثلي دول العالم من الوزراء والمسؤولين عن القطاع السياحي التطورات النوعية التي يشهدها القطاع السياحي البحريني في إطار استراتيجية السياحة للأعوام 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر